مرموكة وشخصيات سياسية وشخصياتك من هي اقتصارية لك مكان دك وانت عارف كده طبعا انا بس باعز بهزمة كده انا كنت حابت بس اوصلك رسالة صغيرة بالفترة اللي جاية دي والفترة اللي احنا فيها دي كنت شاف الاحداث عامل ازاي ودوه عامل ازاي فنتخلي انت بالك بس خليك سد دنيتك وحياتك الاسرية وولادك وشغلك وصيرك من الدوشة اللي انت عايش فيها دي دلوقتي لان دي مش المرحلة تحت الدوشة دي توقتك بتنتمل احدى الجهات دي؟ لا لا اشهدك بقلك انا بانتعمل مين انا بس بابلغك رسالة واخر بالحضر بك انت عندك حياتك شخصية وولادك او ما اما حدا اشان تبقى رسالة قوية بس يعنى انا بس بقلك بقلك حزن ليه بقلك حزن ليه انا بابلغك كبك مش هتترم معا الجيهة ولا مش بيها اكيد ان مش واحد جايه بابتصل اتلى معك اكيد انا مش بقتصر السلام عليك. واكيد انت باللي حواليك شايف ايه اللي بيحصل ودرشتهم عاملة ازاي والناس بتعرض نفسهم. وانت اسكى من انت تتكمل في وقت زي ده. بالطريقة اللي انت تتكلم فيها. دي نصيحة صالحة شخصك انت. انا عايز اعطي لك لحاجة. مش لحدي تاني. انت هدك ما هي واضحة بانت بقالك فترة زي ما انت وبتاعي. يعني الامور ما فيهاش حاجة. يعني مش لصالح حد بعينه احنا بنتكلم. انا بكلمك لصالحك انت الشخص. وطبعا انا باعتبر ان انا بكلم مع شخصية ذكية. فلما كون انا بخاطب زكائك. فانا بوصل لك حتة انت شايف وعلى مرمى ومسمع من القريب لك ومن البعيد عنك. ايه الدوشة والمشاكل الناس بتتعرض لها هي وقصارها. واكيد انت في غنة عن الكلام ده. ولو انت جيت حسبتها دلوقتي ايجابياتها ايه وسلبياتها ايه. هتلاقي في الفترة اللي انت فيها دي. كل اللي بيحصل لك ده او اللي انت بتعمله ده سلبيات في الاخ مش ايجابيات. لو حسبتها وراء وقلم. حسبتها عقل. حسبتها منطق. حسبتها خوف على دنياتك وحياتك والجاي والمستقبل. بالعكس انت ممكن يكون لك مستقبل احسن من كده كتير. وممكن لك توضل بشكل تاني افعال. وممكن لك حاجات كتيرة اوي. اوي. انت بتحط نفسك في حتة واحدة. وماشي فيها. الحتة ديت. يعني كان في الفترة اللي فادت. كتير عاملينها نفس السكة كده. بس انت قدام عينيك. وطبعا ده يعني من فضل ربنا. ان الناس اللي تان حاصل معها. حياتها الشخصية وحياتها الأسرية وولادهم ومواقفهم السياسية والاجتماعية وكل الكلام ده كله. فانت طبعا لما كون انت شايف كل الكلام ده كله. الزكاء. انت تعرف انت تكمل وانت تتوقف وانت تينتني كده يا حزن بيه ولا لا. تمام. رغم ان هم دلوقت للمفروض الدنيا ما فيهاش مشاكل بالنسبة له مع السفن دواجل مكمل وانتخابات شغالة الواحد وكده. هو مين اللي بص بص حزن بيه. حزن بيه كان فيه اي مشكلة قبل كده ولا اي حدا. يعني دي وجهات نظر خلي بالك. سواء اذا كان فيه ناس شايف ان فيه. انا صداتهم كامل الانتخابات لوحده ودامن والدنيا ماشي يا ناصل. هو يعني بص 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 حزن بيه انا مش بكلامك في سياسة. خليك بس معي كده عشان بس ايه. التواصيل انت حان ايه. احنا ما باتكلمش. اه 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 اه. وانا عشان كده انا بقولك دي وجهات نظر. اذا كان فيه انت النهاردة شاف ان الامور مستقرة يعني معنا كلام انا كانت قبل كده غير مستقرة دي وجهت نظرك. الله اعلم. صح اه غلط دي مش هتفرق معنا دي. واخر بالك. انما انا بكلمك في الاخر. ان لو انا في مكانك. وشايف الدنيا حواليها عاملة ازاي. لا انا حط عناية في وسط رص. اه ايه الصح و ايه الغلط. حستفيد ايه و هاخصر ايه. اعيالي قدام عناية والدنيا كويسة الحمد الله. مفيش اي حاجة تعطننا انا في مستقبلي مفيش مشاكل. يبقى انا اتجهل الاتجاه ده. كل وقت يبقى ليه ح انا راجل سياسي وفاهم عن ايه. الكلام نحن بنقول. وصلت. وصلت. وابني اقدم في الخيان. يا رب. انا اقدم في الخيان. سعفير. سعنوا. حازن. ايه. والله والله انما تعاللت. حتندم ندم عمرك. وانتم بلويكم كتير. اهلا سعادة اللي هو. شكرا. 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 مش هو رئيسك قال. حنتكلم مفيش مشكلة مشكلة برضو. شكرا. 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 شكرا.